أستاذ وائل ونحن نرى لتغطيتك طولة مدة تواجدك في قطاع غزة كان أستاذ وائل كنت مباشرة بعد استهداف المباشر لعائلتك أو لابنك حمزة أو لاستهدافك المباشر أيضا أثناء إصابتك كنت تقف وتحمل المايكروفون وتعود مجددا إلى الشاشة هذا التحدي كبير جدا وصمود كبير جدا الكل قال أن أوصفك بجبل غزة هكذا وصفت من قبل كل الرواد مواقع التواصل الاجتماعي من أين لك كل هذه القوة والعزيمة في التصدي لهذا الاحتلال والله القوة أولا وأخيرا من الله سبحانه وتعالى هذا من البداية يجب أن نؤكده من يقوينا ويسلينا ويثبتنا ويشد من أزرنا وعزمتنا هو الله سبحانه وتعالى ابتداء ولكن بالتأكيد من وطن نفسه لمثل هذه النتائج خلال مسيرته الإعلامية بالتأكيد سوف يكون قد توقع مثل هذه النتائج صحيح أننا كنا دائما كصحفيين مسكونين بهم وخوف وقلق الاستهداف المباشر لنا شخصيا ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما أراد أن يختار أسلوبا أكثر إيلاما ومرارة ووجعا وكلفة بالنسبة للصحفي العامل في تغطية الحرب في قطاع غزة وهو ابتداءا باستهداف الأسرة وهذا ربما يكون أكثر ألما ووجعا على الصحفي الفلسطيني لكن في نهاية المطاف هذا الاستهداف وهذا الوجع هو بمثابة تحدي وهذا التحدي نحن نفهمه جيدا وبالتالي يجب أن نكون على مستوى هذا التحدي إما أن نكون على مستوى هذا التحدي ويكون الرد بنفس المستوى أو يفوق أو أننا سنكون يعني قد خرجنا بالفعل من هذه التغطية الإعلامية وعندما نكون مسلحين بأننا بقناعة أن نحن نقوم بمهمة إنسانية ورسالة إنسانية وواجب وطني أيضا وإنساني وأيضا هذا الأمر بالتأكيد يدفعنا ويشد من عزيمتنا عندما نتحدث عن مصاب جلل كالذي حدث معي باستهداف الأسرة واستشهاد الزوجة والولد والبنت والحفيد وابن الأخ والقريب وابن العم هذا بالتأكيد مصاب جلل وكبير جدا لكن بالتأكيد كان لزاما أن يكون الرد على نفس المستوى